الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أخواتي الكرام واخواتي الكريمات أعلم بكم مرحبا في هذا اللقاء الذي سنخصصه في دعوات وأدعية لتقوية وحماية الصوت إزاي دي مرانو في أدعية مخصوص لحماية الصوت وتقوية الصوت هنشوف في أدعية وأذكار بشكل غير مباشر ستؤدي إلى تقوية الصوت والحفاظ عليه احنا قلنا فيما سبق أن فينك عشر سلامات للصوت سلامة الأكل، سلامة الشرب، سلامة الجسم، سلامة البال إلى آخر السلامات العشر في فيديو سابق احنا لو قدرنا ببعض الأدعية المأثورة في تحسين هذه السلامات العشر وتقويتها والحفاظ عليها سنؤدي بالضرورة إلى إيه؟ سنؤدي إلى تحسين الصوت وتقويته فإيه الأدعية اللي ممكن تقوي أجسامنا، تدينا طاقة، تدينا قدرة على العمل وعلى الجهد بدون ما نشعر بالمشقة؟ في حديث علي بن أبي طالب، سيدنا علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة، قصة لما سيدة فاطمة اشتكت من شغل البيت، إنه بتتعب كتير في البيت رسول صلى الله عليه وسلم فاطن إلى هذا الأمر، فرح زهرهم في البيت، سألهم إيه المشكلة، فقالت له فاطمة والله كذا كذا فقال لهم تعالوا، وأعدهم، هو أعد على الفراش، وعلى الليمين، وعلى الشمال فاطمة وقال لهم إذا أويتم إلى فراشكما، فسبحا ثلاثا وثلاثين، وحمدها ثلاثا وثلاثين، وكبرا كام أربعا وثلاثين بكل كام مئة فذلك خير لكم من خادم الله، يا رسول الله، أنا عايز حد يساعدني يشتغل إيه التسبيحات دي هتعمل؟ التسبيحات دي هتضيق طاقة وكوة بحيث إنك تشتغل نفس الشغل اللي كنت بتتعب فيه مش هتتعب فيه وده اللي حصل لما سيد فاطمة والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بدأ في تطبيق هذه الأذكار لم يشعرها بتعب بعد ذلك، ولم يتركها سيدنا علي ولا يوم حتى يوم صفين، يوم مكان يعني مجهول بالحرب، لم يترك هذا الذكر أبدا هذا الذكر يا أخوانا سيعطيك طاقة، وسيعطيك قوة في الجسم، وسيعطيك قوة داخلية روحية هذا سينعكس على الصوت، فإنت لو اتزمت بهذا الذكر تمام؟ لازم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا أويتوم فراشك وهو جالس على الفراش، يعني مهم جدا أن يكون الذكر ده في الفراش قبل النوم فهذا أول دعاء سيفيد صوتك، سيقوي صوتك، سيعطيك قوة في الصوت نابعة من إيه؟ نابعة من قوة الجسم وعدم التعب فتقرأ مدة طويلة بدون تعب، الحديث يقول كده الدعاء الثاني، إيه اللي بيشغلك ممكن ويخليك مهموم؟ الهم ده سيؤثر على صوتك، وإحنا قلنا من السلامات العشرة إيه؟ راحت البال فالدعاء حتى يرتاح بالك اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقه الرجال فأنت بالتالي بتريح بالك وبتزيل الهم منك فبتركز في الأداء بتاعك وأداء الصوت حفظ من المصائب ومن الأزى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق آية الكرسي قبل النوم وبعد كل الصلاة فيه الدعاء جميل جداً، هو يعني آية قرآنية فيها بركات كثيرة جداً، من ضمن البركات إنك لو قلت هذه الآية عايز تنام لأنك عايز محتاج تنام دلوقتي محتاج تنام هذا الوقت ومش جايلك نوم، تعمل إيه؟ تقرأ هذه الآية ثلاثة أربع مرات مش هتشعر بنفسك، هتروح في سبع نومة إيه الآية؟ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبَيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُّوا تَسْلِيمًا يام ولانا أنت جيب الكلام ده منين ده ما فيش حديث بيقول كده، وأنا قلت لك حديث، أنا ما قلت لكش حديث أنا بقول لك شيء مجرب عايز تاخد بيخد، مش عايز تاخد بي أنت حر لكن أنا أقولتش حديث وحاش لله أن نكذب على رسوله السلام، لكن عارفون بالله وأولياء الله جربوا هذه يعني ممكن نعتبرها من العلم وعلمته أحدا من خلقك فالله سبحانه وتعالى منح هذه المنحة لمن قبلنا وهم أخبرونا فمن أرد أن يأخذ بها أهل وسهلا ورفض الهدية أهل وسهلا برضو فإن اللهم لقيته وصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذه الآية تريح النفس هذه الآية تجلب النوم إذا كنت تريد أن تنام هذه الآية فيها بركات كثيرة كذلك الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مستمر فالصلاة عن النبي صلى من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها إيه؟ عشرة فإنت بتصلي مرة ربنا بيصلى عليك عشرة مرات ربنا بيصلى عليك عشرة مرات يعني أنت في مغمور ببركة الله مغمور برحمة الله كل هذا سيساعدك على أن تؤدي وأن تركز وأن تستشعر معاني القرآن الذي تقرأه وسينعكس كل ذلك على أدائك إيه؟ في الصلاة وفي الترويح الأمر الأخير والمهم جداً برضو مجرب إحنا قلنا في فيديو سابق إن إحنا خلال اليوم في جدول معين من القراءة بنقرأ حوالي وحسبنا كده في الفيديو السابق لو رجعنا إليه هنجد بنقرأ جزء قبل الفجر خمس أجزاء مبين الضحى والظهر وممكن جزء فيهم اللي هو الجديد ممكن يقرأ أكثر من مرة مثلاً من ثلاث أربع مرات آدي حوالي عشر أجزاء مبين من قبل صلاة الفجر حتى صلاة الظهر تقرأ عشر أجزاء وبعدين عندك من بعد صلاة العصر لغاية المغرب بتركز على الجزء بتقرأه حوالي خمس مرات آدي خمس تراشر جزء وبعد المغرب العشاء بتقرأه مرة أو مرتين آدي حوالي سبعتاشر جزء بتقرأ حوالي يقولي خمس تراشر بتقرأ نص القرآن يومياً بهذا النظام اللي ذكرناه قبل ذلك وهو بعنوان الاستعداد لصلاة الترويح أو ليلة الترويح بتقرأ نص القرآن يومياً يعني بتختم القرآن في شهر رمضان حوالي خمسة خمستاشر مرة يعني المجموع خلال اليوم بتقرأ حوالي خمستاشر جزء بتحتفظ بزياجة مية كبيرة حوالي لتر يعني آآ مقفولة ما شيء أو مفتوحة سيش ما تكبش يعني بتحتفظ مع جنبك كده ليه؟ بتخلي المية تسمع القرآن بتسمع كل التلاوات هذي من آآ أول النهار لغاية صلاة الترويح أو المغرب من أول النهار لغاية يعني مع بداية آآ بعد الضحى تبدأ رحلة 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 القرآن بمعاك الإزازة ديها جنبك انت صايم ما تشربش منها بس بتخليها جنبك حتى يقرأ عليها كل هذا الكم من الآيات آآ خمسة خمستاشر جزء تقرأوا على هذا اللتر من الماء بتجي بقى بعد الفطار ماشي بتفطر منها ماشي زي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني آآ آآ الفطار على طمر أو ماء آآ آآ فانت بتفطر على هذا الماء المبارك بقى اللي هو مقرأ عليه يعني أجزاء وأجزاء وبتفضل الإزازة دي معاك بقى كل خمس دقايق بتاخد آآ شربها كل خمس دقايق بتاخد شربها وبتفضل معاك لغاية آآ آآ السحور بقى دية الماء بتاعتك من بعد المغرب حتى ما طلع الفجر الماء بتاعتك لتشربها بتشربها من هذه الزجاجة المباركة اللي قرأ عليها حوالي نصف القرآن كل يوم بهذا الشكل بتيجي بقى خلاص خلاصت الليتر دوت خلاصته ما بين آآ لو بتشرب أكتر من الليتر ماشي لترين زي ما انت عايز يا سلام بقى لو انت يعني زويت الكمية شوية وكل العيلة كل الاسرة شربت منها بتجي اليوم البعدي بتجيب كمية جديدة وهلوم مجرى وبهذا الشكل ان شاء الله ستكون البركة آآ في طعامك البركة في شرابك البركة في آآ روحك البركة في جسمك البركة محاطة آآ محاط بها من كل ناحية فالامر الاخير ده جربوه ان شاء الله سيكون في هذا الشراب البركة في الداخل والبركة ستنعكس بلا شك على الصوت كل هذا بنتكلم عن ايه؟ بتكلم على آآ تقوية آآ الصوت وحمايته هذا القرآن هذا الماء الذي يقرأ عليه القرآن سيكون ان شاء الله سبب في حماية الصوت وفي انه يعدي يعني انتا تشربوا يعدي على الحبال الصوتية بما يحمل من بركة الايه؟ القرآن نسل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يرزقنا وإياكم حلاوة القرآن وأن يرزقنا وإياكم جمال القرآن وأن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا صيامه وقيام ليله ونتقبله منا بإذنه سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته